انا لو ما بصدقش ممثل يعني ممثل مش شاطر انا اسفة كموديل تجنن وكشكل رائع ومميزة وفيها حاجات حلوة جدا بس في التمثيل انا مش قادر صدقها غصبا عني انا اسفة شايفة انو المقيب لازم يشوف دور الممثل عشان عصبتيني بتديت قهرتم باللبناني والله يسترك الليلة بقسوا هشتغل هشتغل وهتشوفوني فيه ناس فوق دماري بقولك بقى دلوقتي خلاص الناس كلها بقول انك هاجبت يا اسمين صبري يا جماعة والله ما هاجبت انا اسفة عموما لو هاجبت انا وبعدتها اسفة عموما بس انا مش بهاجم انا بقولك انا عفوية وانا عرفش اخبي حاجة بس ياسمين بجد مش انا بس يعني هي في التمثيل ساعات تلاقيه حلوة قوي لانو الدور راكب عليها كشخصية بس لما بيبقى ممكن فيها دراما قوي مش عشان هي يمكن احنا شايفينا حد حلو قوي وحد بيدحك فيمكن ما عرفش اشوفها هي بطعيات لانو مش هصدقها انا لما ما بصدقش ممثل يعني ممثل مش شاطر انا اسفة بس هده كان كل قصدي انها يعني كموديل تجنن وكشكل رائع مميزة وفيها حاجات حلوة جدا بس في التمثيل انا مش قادر صدقها غصبا عني انا اسفة مي ورهام وكل اللي انت بتقول اسامين بيذكروا كويس يعني انا مش شايفة ان انا بشوفهم بسوشال ميديا قد ياسمين يمكن ياسمين مهتمها بالسوشال ميديا اكتر من الدراما هم لا مهتمين دراما اكتر من السوشال ميديا اللي بيهتم بالحاجة اللي هو عايزها بيوصلها بس هو ده كان كل قصدي انا يعني فيه ناس بتصدقهم في دورهم فيه ناس لا فيه ناس حتى حتى انا في بداياتي انا فيه حاجات انا مصدقتش نفسي انا اتضيقت من نفسي انا قلتلك فيه حاجات مش عجباني بس برضو هارجع اعملها عشان لازم اعملها لازم تقع في الحفرة علشان تطلع بص مش ممكن هم بص فيه ناس تعال تستغل الفرص وفيه ناس زي عبيطة انطرفش عادي اعمل موهبة وشطارة وفرص وكل اللي انت بتقوله كله مع بعضه هو اللي بيعاني الفنان لكن مش حاجة واحدة يعني لا مينفعش الزمن اللي احنا فيه يعني زمان كان ممكن لقتي لو مش كل العناصر المكتملة مينفعش تكمل يعني هو ده اللي اكتشفت ان انا وصلت المرحلة وعشان ما ما وكبتش اللي احنا ما عايشين فيه دلوقتي وجمعت الموضوع حولي فالدنيا وعت مني بس ان شاء الله انا راجع اقوله شوفلي دوا شوفلي دكتور شوفلي يعني حاجة يعني هو يساعدني فيها لكن دور في مسلسل صعب يعني اصله كمان يعني ان هو يشوفلك استاذ اشرف مش مش شورته انه يشوفلينا ادوار يعني مش شايفة انه المقيب لازم يشوف دور الممثل هو ممكن مينفعش طب هو هل ينفع ان هو يقرأ مسلسلات كل اللي هتعملها في كل اللي ويقلهم شغلو فلان طب ممكن يشغلوك في اي دور هلحت انا هارضة بان باي دور ان شاء الله وبعدين يقول لي وبعدين يجي مسلا يقول لي اهو ما بعطولك دور طب هو ما ينفعش ما ينفعش لو الدور مش بناديك ما ينفعش ما ينفعش حد يجيبهولك لو مش هو المخرج شايفك او الناس شايفك او من بطل العمل كمان شايفك معاه انه حيرتاح علشان انت تعرف تعمل الدور كويس ما يكونش البطل مش عايزة كمان تعمل مفروض عليه مش منطق كمان يعني بص عشان عصبتيني بتديت اقهار طنب اللبناني والله يسترك الليلة اللي بتعرض علي اللي بيشغلي اللي بيجي بشتغله على فكرة انا كنت كل شغلي جيني اشتغله بس دلوقتي الحلو هشتغله بس بقسه هشتغل هشتغل وهتشوفوه فيه ناس فوق دماغي بقولك بقى دلوقتي خلاص القعدة في البيت ممنوعة الاكل الكثير ممنوع رياضة خروج نشاط حيوية بوزيتف انرجي خلاص لازم يبقى فيه حواليك ناس بتحبك بجد وعايزاك تكبر وعايزاك تبقى حاجة حلوة علشان تديك انا الفترة اللي اعطتها لوحدي اكتقبت انا دلوقتي يمكن اللي حوالي اذا كانت مامي ولا اخويا ولا سوشا ولا يعني ولا كل الناس اللي حوالي عمالين يدوني طاقة ايجابية انا مش عارفة اوزع على مين ولا مين مختلفين تماما استاذ محمد مدرسة مدرسة الف به مفيهاش اي خروج عن اي حاجة في الحياة مصرح ملتزم بيوصل رسالة معينة مع الله يرحمه استاذ سمير احنا رايحين نخلي الناس تعيش في سعادة لمدة تساعة ونص ايا كان اللي حنقدمه بس في سعادة كوميديا خفيفة ممكن يشوف النهاردة الجمهور محتاج ايه فيديله لكن استاذ محمد لعنده رسالة بيوصلها بخلص ما لغاية الرسالة الجاية وعنده جمهوره واستاذ سمير الله يرحمه كانت من اسعد مسرحي تانا اللي عملت معي كانوا من اسعد برضو ايامي لانها كانت كلها فرح فانا امنياتي اني ارجع اخلي الناس ترجع تشوفني بالصورة اللي هم عايزينني فيها واللي هم بيطلبوها مني واني ابقى فعلا دايما في طاقة ايجابية علشان كل اللي بيحبوني يحسوا ان انا رجعت لهم زي ما هم عايزين اشتركوا في القناة